محمد الشيخ محمد دكتور محمد فضل يا دكتور محمد حكمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله فضيلة الشيخ صالح وجزاكم عنا خيرا ونشكر لجامعتنا الإسلامية الموفقة ونشكر لمديرها وعمادة شؤون خريجيها في ترتيبهم لمثل هذه اللقاءات النافعة فجزاهم الله خيرا وضاعف في مثوبتهم فضيلة الشيخ بمناسبة ما تقدم قبل قليل وهو الكلام على البدء بالدعوة إلى التوحيد والسنة وأنه ينفر هناك سؤال يأتينا معشر المدرسين وهذه مناسبة طيبة مباركة جدا ونحب أن يسمع أبناءكم التوجيه منكم على جناح آخر يشاع ويذكر وقد أجيب عنه لكن في مثل هذا المحفل المبارك التذكير به حسن ألا وهو أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه جاءت بتكفير المسلمين وتكفير المجتمعات وأن التكفير نابع منها فحبذا حفظكم الله لو شنفتم مسامعنا بالكلام على هذا القول الذي يلصق بهذه الدعوة التي نفع الله بها نفعا عظيما وجزاكم الله خيرا مبارك الله بك وأنا أشرت إلى هذا أو إشارة خفيفة اللي يقول الشيخ أنه جاء بمذهب جديد أنا قلت تحداه أن يبين لنا ما هو هذا المذهب الجديد الذي خرج به الشيخ عن جادة أهل العلم وعن السلف الصالح بيّل لنا هذا أما أن الشيخ يقال فيه ما يقال فليس هذا بغريب قيل في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وصف الأنبياء بالجنون وصفوا بالسحر وصفوا بالكذب وصفوا بأوصاف كثيرة وصف الأئمة بشيء من ذلك ومنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب فلا غرابة في هذا أبدا ولا يضر الشيخ وإنما يرفعه الله بذلك يرفعه الله بذلك وهذا الذي يقول أنه يكفر المسلمين إنه 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 نقول هذه كتب الشيخ موجودة كتبه موجودة ولله الحمد هات لنا نص من كتبه أنه يكفر المسلمين إنما يكفر من كفره الله ورسوله وأجمع المسلمون على تكفيره أما أنه يستقل بما سأله يكفر فيها دون أن يكون مسبوقاً بذلك من أهل العلم ومن غير دليل من كتاب الله وسنة رسوله فهذا اتهام باطل لا يلتفت إليه ولا يحسب له حساب هات لنا من كلام الشيخ ما يثبت ما تقول هذه كتبه موجودة الآن ولأنت لا تسمع الكلام الذي يقال في فلان من العلماء دون أن ترجع إلى كلامه هو وإلى مؤلفاته هو ترجمة نانسي قنقر